اشتركوا في القناة 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 النادي الاهلي اصبح بيهاجم بكل خطوطه النادي الاهلي لاعم ماتش بجد كان يستهل المكسب عليه النادي الاهلي لاعم ماتش قوي جدا جدا المدير الفني بدأ يشتغل بذكاء النادي الاهلي اصبح فيه استقرار من جميع اللاعبين كلهم اصبح ان فيه يعني احنا بس احنا بنتمنى كون فيه حتة الروتيشن موجودة شوية لايه حتة التدوير في الزمالك او في الاهلي عشان نقدر نكمل في البطولة الافريقية عايزين نخرج من البطولة الافريقية خالص وهنرجع لماتش امبي والزمالك امبي من الفرق اللي هي قوية جدا جدا امبي ادري يقف او ادري يتصدى النادي الزمالك بكل خطوطه للاسف طلعنا قابلنا برضو بنقابل المشكلة في التحكيم سواء في الكرة الافريقية او في الدور المصري بس امبي فعلا بجد كان يستهل الفوز امبي كان جدير جدا جدا واستحقوا بنادي الزمالك بالنتيجة اللي هي 2-0 او 2-1 فطبعا احنا بنتكلم ان فيه فرق في الدور المصري طلع بجدارة جدا فيه فرق بيراميدز المقاولين الحرس أسوان أسوان متعادل أسوان مع بيراميدز أسوان هي من الحاجة اللي هي كانت فيها مفاجآت سنة دي بتعادل أسوان مع بيراميدز 2-2 طبعا هي كانت من مباراة قوية جدا جدا فبرضو بنقول ان كل سنة الدور مختلف الدور مختلف كل سنة بتظهر لنا فرق اللي هي لسه صعبة زي أسوان او الحرس موجودين بجدارة جدا جدا بيراميدز أصبح من الفرق المرعبة جدا جدا في الدور المصري وبعدين الجونة أصبح برضو من الفرق الصعبة وأثبت وجوده واستمر في الدوري فإحنا يعني عايزين الدوري يكمل بالشكل ده أو بالكواليتي ده أو بالروتيشن ده فإحنا بجد الدوري السنة دي أصبح في حالة أو في نشوة لبعض الفرق بيراميدز كده كده كان جدير جدا جدا من السيزول اللي فات وقدمونا عرض قوي جدا جدا في السيزول اللي فات السنة دي أصوان طالع بشكل كويس جدا أصوان وتعادوا الأصوان مع بيراميدز دي كانت حاجة مفاجأة من العارة تقيل فهو نقطة في صالح أصوان ده يعتبر مكسب لأصوان فإحنا برضو زي ما قلنا قبل كده وطلعنا بعض الحلقات قلنا إن أصبح الدوري المصري قوي جدا جدا بس محتاجين بس نخف الضغوطات على بعض اللاعبين أو بعض الفرق أصبح عندنا لما يكون عندنا دوري مصري قوي جدا فأصبح عندنا منتخب الأول لكرة القادمة يكون أقوى هطلع من الدوري المصري وهدخل بس سريعا كده على المتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البادري المتخب الوطني أصبح مفيش روح أو مش عارفين السر إيه يعني إحنا مش قادرين نعرف المشكلة إيه بس هي المشكلة الوحيدة اللي ظهر للجمهور حاليا هي حتة الروح أنا حاسس أني مفيش روح في المتخب الوطني فنتمنى أن يكون فيه منتخب وطني أو يقول لما يعني إحنا عايزين بس الكابتن حسام البادري يبدأ يتعطب مع بعض اللاعبين أو يبدأ يحطوا حينه على اللاعبين كويس جدا كابتن حسام البادري لما يجيه إحنا كلنا كنا مفيش عليه بس المتخب الوطني محتاج مدير فني أنا مش معترض على وجود الكابتن حسام البادري ولكن المتخب كان من الأفضل والأصلح بكل المقاييس قيادة المتخب هي كانت تصبح للكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن عمل قفرة كبيرة جدا في النهضة المصري كابتن حسام حسن كان بيجيب لعبين من الدرجة الثالثة والربعة فأصبح إن إحنا محتاجين الكادر اللي عنده الطاقة الإيجابية الكادر اللي عنده الكواليتي يعني إحنا عايزين هو اللي أصبح إن حسام حسن هو الاستحقاق مع احترامي للكابتن حسام البادري أو التحادل مصري كورة القدم فأصبح اللي إحنا محتاجين حد بقيادة الكابتن حسام البادري الكابتن حسام حسن الكابتن حسام حسن هو من الكوادر اللي عملت طفرة كبيرة جدا في اخر طرط اربع مواسم في الدوري بجد طلع لنا لعيبة كويسة جدا جدا طلع بدأ يعمل طفرة في بعض الفرق اللي رحى فاحنا عايزين الكابتن حسام البدري يكون قريب عايزين الخطوة الجاية للمتخب يكون الكابتن حسام البدري الكابتن حسام البدري هو كويس جدا سوريا ماليشة عملت لغط ما بين الكابتن حسام البدري وكابتن حسام حسام بس اصبح انه يكون جدير بهذا المكان ده هو الكابتن حسام حسام الكابتن حسام حسن هو فعلا أصبح قائد قوي جدا إحنا عندنا المنتخب عندنا الكوادر وعندنا لعبة المحترفين بشكل بروفشنال جدا ولكن بتنقصنا حتة الروح حتة الروح في المنتخب لازم يكون عندنا الروح والعزيمة زي ما المنتخب الأولومبي إدانا درس في الروح إدانا درس في العزيمة إدانا درس في الإصرار عايزين يا ريت الكابتن حسام البادري هياخد بعض اللاعبين من المنتخب الأولومبي نحن بنطالب الكابتن حسام البدري لو حضرته هيكمل بنقوله وبص على بعض اللاعبين خدهم معاك في المتخب الأول لقرة القضاء سيان مصطفى فتحي سيان عمار حمدي مش عايزين نقول اللاعبين بس هو شايف من وجه يتنظر وهو الأفضل والأصلح أن يكون موجود في الفريق الأول فاحنا عايزين الكابتن حسام البدري يكون موجود بشكل قوي جدا ويحط السابورت أو يحط عيني على المتخب الأولمبي فعايزين نكون موجودين الكابتن حسام البدري بنقوله حط عينيك على المتخب الأولمبي المتخب الأولمبي اللاعبين لكل اللي كانوا موجودين كانوا على جدارة فعلا في الروح العزيمة الإرادة طبعا المكسب ما بيجيش إلا عن طريق الروح والعزيمة والإرادة فاحنا عايزين نكون موجودين بشكل قوي جدا احنا تصنفنا أصبح 51 بعد البطولة الفريقية فاحنا عايزين نكون موجودين والنافس وعايزين المتخب الأول لكرة القدم يبدأ ينافس عايزين المتخب يكون يرجع الابتسامة تاني على الشينا زي ما المتخب الأولمبي عمد بقاعدة كابتن شوي غريب فأصبح أن المدير الفني هو القائد المدير الفني هو اللي بيزرع العزيمة بيزرع الروح بيزرع الإصرار فلازم نكون موجودين فالكرة المصرية هي من بعد البطولة الأفريقية للمتخب الأولمبي فهي أصبحت تنهض إلى الأمام فعايزين نكون موجودين بشكل بورافيشنال جدا بشكل كوالد أعلى من كده محتاجين نكون موجودين الإعلام يبدأ يحط عن المتخبات أو يحط عليه من اللاعبين الدرجة الثانية أو الثالثة أصبح أن عندنا دوري الممتاز به أصبح قوي جدا فأصبح أن الممتاز به قوي جدا فإحنا ما يحتاجين بس بعض المدربين بتوع الدور الممتاز أو المتخبات يبدأ يحط تعنيها على اللاعبين دي فبالتالي إحنا قدرنا نوصل لسارتنا النهاردة من برنامج الأستاذ بشكركم شكرا جزيرا وبشكر فريق الإعداد وبشكر المخرج أستاذ محمد وبشكركم شكرا جزيرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته